هي خدمة إلكترونية للاستشارات النفسية عن بعد أطلقتها وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تطرحها ربات البيوت خاصة مع فترة الحجر الصحي التي أجبرتهم المكوثة بالبيت يتم الولوج إلى هذه الخدمة عن طريق الأرضية الرقمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن طريق الرابط www.service-solidarity.gov.z يمكن لكل إمرأة ربات البيت الولوج إلى التطبيق التي تسجل ويخرج لها وين تشرح المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها منذ الحجر الصحي العنف الأسري مشاكل زوجية وكيفية التعامل مع الأطفال بعد الحجر وتساؤلات أخرى عديدة لربات البيوت يجيب عليها الأخصائيون عبر هذه الخدمة المرأة العاملة والمكثة بالبيت فالمرأة العاملة عندها انشغالات في عملها وفي البيت أيضا لذلك تواجه صعوبات في الأطفال رعايتهم بحكم أن الأطفال لا يستطيعون الجلوس في البيت مدة 24 ساعة كذلك المراهقين والأزواج الذين يتعرضون لضغط النفسي جراء ظروف الحجر الصحي الضغوط النفسية في العمل ساعات العمل ومكثهم في البيت كذلك خدمة من شأنها إيجاد حلول نفسية للأسر وتجعلهم يتعايشون مع الوضع بكل أرياحية من خلال مرافقتهم والإجابة عن كل تساؤلاتهم ترجمة نانسي قنقر